اشتركوا في القناة الضيف اللي أنا مستقبله مميز كتير لأنه بركي رياضته منه كتير كلاسيكية بمعنى أنه رياضته بتعتمد على الإتيل رودريك حرب بستقبله معي أنا بطل لبنان بالموايطاي بطل عالمي بالموايطاي مدرب عالمي بالموايطاي أنا كان تردد كتير قبل ما إيجي لهون رودريك لأنه قلت بركي هيك طلع بيلك تعمل فايت وأنا أول واحد حدك يعني بتصير بك تبلش فيه بس رجع شجعوني تحت برجي مش هبلش أنا دائما كلاسيكيا لأنه كيف بلشت كذا هيدو اللي اللي حقين عليهم حطك أنا بسيتيوويشن هلأ أنت عم تحضر حالك لماتش عالمي مع بطل عالمي بعرف أنك فيزيكي بتكون محضر حالك بمعسكر تدريبة زهنيا كيف تكون حالي بحب عارف عنا يعني من ثلثي جمالا ببعد عن الحياة الشخصية بروح كل تفكيري للتمرين للإتال كيف طريق التمرينة كيف بدأت للشخص اللي بدو ينفسني بنزوي إذا بدك لحالي ببعد عن العالم طيب ريو دينا عم بحكي امباكت الضربات اليوم أنا بعرف مواطاي كشخص بشتغل وأنا ممارس للعب التايك واندو بعرف قديش اللعبة صعبة هي صعبة جدا كيف تقيمها كيف الضرب الكويع ضرب الركب كيف تتعلم أنك تتلقى هالضربات وترجع تعمل أتاك عن جديد اللعبة المواطاي تعتبر من أشخص الألعاب الإتالية عالميا مضبوط وبدأ يكون عندك لياقة بدنية عالية بدأك تشتغل عليها بدأك تنميها بطريقة تمرينك وبدأك تسيبر عليها اليوم إذا الوحل ما تعرض يتلقى ضربات بالتمرين بالإتالي مرح يتعود يتلقى بالرينج مضبوط اليوم نعرف الرينج مضبوط غير عن طريقة التمرين بالنادي الرينج خلص يا قتل يا مقتول بينما بالنادي لا نرحم بعد شوية بس اليوم بدأ تكون عم جهز حالك جسديا ومنتلتي من ميلي كمانا إنه بدأك تتلقى بدأك تصدد ضربات يلي بدأك تتعرض عليها من خلال المنافس لإلك على هالأساس بشتغل أنا شخصيا وعم شغل الشباب أو اللعيبة مع اللياء البدنية وعلى العمل النفسي كمانا بهاللعب الخاصة لأنه اليوم الضربات الكويع والركب يعتبرون من أقوى الضربات كصلاح عند الإنسان أقلها ضربة كوع أو رجلة أنا شفت التمرين وما كتير تمرين قاسي وكتير تمرين بده بده إذا بدك حرفية عالية حرفية كمانا ما تأذي حالك ولا تأذي غيرك واليوم مرجع بذكر أنه طريقة التمرين للإحتراف طريقة مختصة غير بتشوفوها بالإندية عادة لأنه اليوم في عندك أشخاص بده توصل بده تعمل بطل بده يعمل إحتراف في أشخاص جي للليئة ليضعف للسلف ديفانز بقى كل كل مرحلة إلى طريق التمرين المعينة إلى طريقة خاصة لأنه اليوم في أشخاص ما بيتقبلوا ويتعرضوا لأذا أو يوجع يقول لك أنا بكرة مثلا أنا حكيم حكيم سنين مثلا بشتير شهر بيدي أو حلي كل شخص بيبقى عنده هدف وعلى الأساس نطلع معهم نشتغل معهم بهذه الطريقة يعني هاي متل رسالة لكل المشاهدين اللي بيحبوا يعملوا مواي تاي وهي رياضة كتير إذا بدك قوية مش ضروري يكون عم بيلحقوا العامل الإتالة طبعا فيه يعملوا للفتنس وهذا شيء بيكون كل عالم يقدروا يحضروا طيب كنت عم بقرأ عنك وعم شوف الاتشيفمينز طبعولك سؤالي لقى لك ليه ترددت تطلع الحلقة ليش هلقد أنت متواضع ما بتحب عرفات معهم في كتير ناس بي اللي عملوه بيكونوا عم ب الصراحة لأنه المويتاي أو بشكل عام أو شو آخد أنا بحياتي أو شو عامل بحياتي أو بخليهم لإلي أنا يعني ما بهمني أعمل فيهم ماركتينج لإلي أو بخليهم لإلي سوفينير بحياتي الموجودين حوالي بيعرفوني بشوفوني ما بهمني أعطي لبرة وبرة عندي كتير معارف وبيعرفوا كمان أنا شو عامل شو بعمل وما بحب الشو أوف مختصر خاصة هون بلبنان يلي ببعد عنها هذي كليا أكتريتهم بروح على الشو أوف أنا لا ما بهمني طب العلاقة هون من هذا الشي بركي بيجي العلاقة المميزة شفتها بين التلميذ طبعولك وإنت اللي بقوا عم تدربون هلأ لحنشوف بعد شوية روبرتاج بركي بنحكي عنه بنشوف الروبرتاج إذا صار حاضر ومنحكي عن هالشغلة بعد هالوصائق إذا بتكونه ترجمة نانسي قنقر 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 غير مؤسسات مثلاً بهذه الرياضة أو لحيروح للعلم يلي تعلمه مساء. صراحة صراحة ماشي فيهم بارلل مع بعض. اوكي. اكيدة مدرسة باسمي انا الخاص راح تكون. ما راح قلك امتين. خليها سوربرايز هيدي. عظيم. يعني اسمي راح يضلوا موجود. العيبت راح تضلها موجودة. عظيم. هي لقتي مع الاتحاد العالم المحترفين راح تضل موجودة. وكل فترة عندي نشاطات معينة. كان بلبنان والله بره. راح يكونوا موجودين. بقى وصوص الامبي اي. عندي ماي اون بزنس. فاميلي بزنس من الميلي. خلاص. كتير مرح. وبعدين انا. مهلا بيعني. شكراً لكي تكون هنا. انا ام تي في اكيد اونر. رودريك حارب مشاهدينا. نحن لحروح حلقة لبريك. واكيد نطرونا جمعة جيب بحلقة جديدة وبطل جديد من شامпионز.